بدأ أرني سلوت مهمته مع ليفربول وجوارد يولا أفضل مدرب في البريميرليج ليفربول يعلن عن تعاقده مع المدرب الهولندي أرني سلوت لتولي مسؤولية الفريق بدءا من الموسم المقبل حيث سيخلف المدرب الألماني يورجين كلوب بعد قضائه تسع سنوات داخل ملعب آنفيلد سلوت الذي قاد فينورد إلى لقب الدوري في عام 2003 سيبدأ مهمته الرسمية مع الريدز في الأول من يونيو عام 2024 حيث سيقوم النادي بالتواصل معه للتنسيق والتحضير للموسم الجديد بالنسبة للاعب النجمي محمد صلاح يفيد تقرير من صحيفة تالي جراف الإنجليزية بأن سلوت يرغب في الاستمرار مع الفريق وقد تواصل معه مبديا له أهمية دوره مما يشير إلى عدم رغبته في رحيله في سياق متصل توجب بيب جوارديولا المدير الفني لمنشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في البريمير ليج بعدما حافظ على اللقب الدوري للموسم الرابع تواليا وهو إنجاز تاريخي لم يسسبق لأي فريق تحقيقه في الدوري الإنجليزي ترجمة نانسي قنقر